إذا ما أردنا أن نقارن ما بين اليوم وأمس عمر اليوم أهدأ من يوم أمس بالأمس كان هناك تصعيد كبير على الحدود اللبنانية الجنوبية ولكن اليوم كان هناك استهداف لخمسة مواقع إسرائيلية من قبل حزب الله الرمثة في القطاع الشرقي الضهيرة في القطاع الغربي ثقنة برانيت الراهب وأيضا حد بيارون في القطاع الأوسط هذه المواقع الخمسة تم استهدافها من قبل حزب الله تم استهداف مجموعات للمشات للجيش الإسرائيلي وأيضا هذه المواقع التجهيزات في هذه المواقع المختلف اليوم أيضا هو استهداف لمجموعة من الصحفيين الذين كانوا يتوجدون في يارون كان هناك جولة للصحفيين استهدافهم الجيش الإسرائيلي بغارة نجوا بأعجوبة وأيضا كان هناك استهداف لمنزل في يارون كان يتواجد بجانبه الصحفيين ومن ثم أيضا بعد هذا الاستهداف للصحفيين عاد الجيش الإسرائيلي واستهدف نفس المنزل أكثر من مرة أيضا في عيناتا تم استهداف مدنيين منزل يتواجد فيه مدنيين وهناك سقط البعض ما بين قتيل وجريح الجيش الإسرائيلي بعد استهداف هذه المواقع قام بالقصف والرد على أطراف رامية عترون عيناتا اللبوني في القطاع الغربي وصولا إلى كفرشوبة وأيضا تلال أطراف حلتا حولة الانطل وكان هناك إطلاق للقنابل المضيئة ما بين ميس الجبل وحولة إذن اليوم مقارنة بالأيام الماضية هو الشبيه بالأيام الماضية هناك استهدافات ورد وأيضا قصف إسرائيل واستهداف لمدنيين وأيضا مجموعات من حزب الله وأيضا حزب الله اليوم نعى أحد عناصره ولكن كنا نحن نتوقع اليوم وحتى ساعات متأخرة من الليل أمس أن يكون هناك نوعا ما تصعيد في هذه الجبهة ولكن لم يحصل هذا الأمر وبقيت التوتر عند مواقع مستوطنات ومجموعات ما بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله ليلى كيف تستقبل هذه التهديدات التي يعني يطلقها قادة إسرائيل في الأيام الأخيرة كيف تستقبل من الداخل اللبناني من كل الأطراف المؤثرة في البشهد اللبناني بطبيعة الحال حزب الله عندما يسمع هكذا تصريحات أو مواقف هو الآخر يقوم بإطلاق هذه المواقف المماثلة هذا الجزء من الحرب النفسية اليوم ما بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله يهدد بأنه إذا ما كان هناك استهداف للمدنيين سيكون هناك استهداف للمدنيين إذا كان هناك استهداف للعمق اللبناني أيضا كذلك الأمر سيكون هناك استهداف للعمق الإسرائيلي فيما يتعلق بالدولة اللبنانية الدولة اللبنانية قالت بأنها حضرت خطة طوارئ إذا ما دخل لبنان الحرب لمدة ثلاثة أشهر يستطيع لبنان أن يصمد خلال هذه الثلاثة أشهر إذا ما دخل لبنان بالحرب ولكن أيضا نذكر بأن هناك الكثير من المواقف وأيضا الاتصالات الدبلوماسية التي لا تزال تحصل لغاية اليوم لمنع دخول هذه الجبهة الحرب أو الحرب نطقها الأوسع وأن تخرج من هذه الحرب حرب المواقع التي نشهدها على مدى سبعة وثلاثين يوما